اشتركوا في القناة ايديهم لا تصل إليه نكرا وأوجس منهم خيطا قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم الوق وامرأتوا برائمة فضركت فبشرناها بإسهاق ومن وراء إسهاق يعقوب قالت يا ويلة أعد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمن الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حبيد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الرعو وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم الحليم إن إبراهيم الحليم أواه منيب يا إبراهيم أعبر عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا نورا من سيئة بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه بوم يروعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بنا فيهن أطفر لكم هدقوا الله ولا تهزوني في طيبي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أنني بكم صوة أو أعطي إلى مكم شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك أن يصلوا إليك فأسر بأهلك بغطع من الليل فأسر بأهلك بغطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصرح أليس الصرح بغريب فلما جاء أمرنا جعلنا عنيها سافلها وأمضرنا عليهم حجارة من سجين منطود مسوعة عند ربك وما هي من الظالمين لبعيد وإلى مدينة أخاهم شعيدا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيان والبيزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليهم عتاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيان والبيزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مبسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير قالوا يا شعيم وصلاتك تأمرك أن نترك ما يفعل آباؤنا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورتقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخارفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أريد ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أي يصيبكم مثل ما أخاب قوم أود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا واستغفروا ربكم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفر كثيرا مما تقول وإنا لتراك فينا ضعيفا ولولا ربطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قومي أربطي أعز عليكم من الله واتبثتم وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون مخيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعتمون من يأتيه عذاب يغزيه ومن هو كاذب وأرتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة مننا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ذيانهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون فاتبعوا أمر فرعون وما الأمر فرعون برشيد يغتم قومه يوم القيامة فأورده النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعمة ويوما قيامة بإسرفت المورود ذلك من أنباء الضيب لقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آمنتهم التي كانوا يدعون من دون الله فما أغنت عنهم آمنتهم التي كانوا يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تثبيد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآجة لمن خات عزاب الآخرة ذلك يوم مجموع لهم الناس ذلك يوم مجموع لهم الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكله نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيط خائدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك بحام لما يريد إن ربك بحام لهم ومنهم شقوا ففي النار ومنهم شقوا ففي النار ومنهم شقوا ففي النار برية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منطوص ومنهم شقوا ففي النار لا 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 ترجمة نانسي قنقر